نظمت كلية القادة والأركان فعاليات اليوم الوطني لبمهورية مصر العربية ودول الدارسين الوافدين بالكلية وذلك في إطار قطة الأنشطة العلمية والثقافية التي تنفذها الكلية تزامنا مع الاحتفال بالذكرى التاسعة والاربعين لانتصارات أكتوبر المجيدة وبحضور أعضاء التمثيل العسكري لخمس وعشرين دولة من الدول الشقيقة والصديقة تضمنت الفعاليات عروضا تقديمية تناولت نبذى عن كلية القادة والأركان والإنجازات التي حققتها الدولة المصرية طبقا لرؤية الطموحة مصر عشرين ثلاثين والجهود المفذولة لمجابهة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة كذلك نماذج ومعروضات لأبرز المعالم التاريخية والحضرية والمورثات الثقافية والشعبية لمختلف الدول كما أقيم على هامش الفعاليات معرض للمطبعات والإصدارات الخاصة بالهيئة العامة للاستعلامات والهيئة العامة لقصور الثقافة وإدارة نوادي وفنادق ضباط القوات المسلحة ومعهد اللغات للقوات المسلحة وألقى مدير كلية القادة والأركان اللواء أركان حرب أحمد محمود صفي الدين ألقى كلمة أكد خلالها أن الاحتفال باليوم الوطني بمثابة توفيق للروابط ودعم أواصر الأخوة والصداقة والتعاون مؤكدا أن القوات المسلحة المصرية كانت وستظل ترحب بانضمام كل طالب علم داخل منشآتها ومعاهدها العسكرية موسيقى